السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء قناة المغرب بالعلوم والعمل مرحبا بكم جميعا بما أننا في عطلة مفتوحة إلى غايتها الآن ومنذ شهرين تقريبا لا ننسى أن نذكركم أيها الأصدقاء نقول أننا في المغرب هذا المثال عقب القالب وهو عقب القالب يعني هو أن تتفطن لألفخ ما هو ألفخ ليس دائما المعول على الذهب هذا أردت التذكير به ليس دائما المعول على الذهب من عادة تدويره وغير ذلك في عجالة هذا الصديق هنا عامل هذا منظف ويجمع الخبز اليابس ويبيعه بالكيلو والقنطارات وغير ذلك لكن بما أنني أعتبره متنورا حقيقيا تنويرا ليس دارا بأحد متعلما ودعا يعني وحد العقل ما شاء الله هذه أموالهم يصرف فاتوراته ويصرف احتياجاته إلا أنه يدخر بعد المال وهو يحب تلك الهواية التي هي استخلاص الذهب من الإلكترونية ويحاول إلا أن أيضا كل فلس تتدخره وتستثمره في الذهب لتستفيد من التدخم الذي هو يكون دائما لصالح الذهب هكذا يوفر من حين لآخر ويشتري ها الدهب الذي هو هنا ها هي قطع الدهب التي هي الكسر وأيضا هنا يمكن أن نرى أن هنا بالاشتراك مع عوائله مثلا الخالة نقول الخالة خالة الفرد مثلا أو هم كما ذكرتكم وتكلمت في أحد الفيديوهات السابقة هؤلاء الأشخاص الثلاثة سوف يكنزون الذهب معك يعني شرطة إخراج زكاته ومستحقته هذا تبكير كان فقط يا أصدقاء يعني عملك مقسم إلى هواية التي كما نعرف التي نتحدث عنها دائما والدخار بعد الأموال ومن ثم استثمرها في الذهب الذهب تستفيد من التضخم وتبقى أموالك هنا موضع لا تضيع كلها وأيضا يبقى العمل الأساسي يعني العمل الأساسي هو كل شيء يعني الحكمة هنا أو الغاية هو التذكير خصوصا الآن الذهب تصاعد هذه صعبة نوعا الماشرة ولكن مع المدى يصبحوا كل شيء سهل عندما تتعرف إلى الأصدقاء الذين تقول له عندما تكون علاقة جيدة معهم والذينهم سوف بالطبع لن يخدعوا مع أن الذهب معروف الذهب معروف يعني عندما تتعلم هذه الحرفة فإنك سوف لن تنخذها أبدا في الذهب معروف من أولي النظرة تقول له مثلا معي مئتي دولار ثلاثمائتي دولار أود دفنها أين ستدفنها؟ لا تدفنها في باطن الأرض فهي سوف يأكلها التدخم أو تأكلها الأرض أو الفئران أو غير ذلك ادفنها في قطع الذهب إلى اللقاء أيها الأصدقاء الشارك في القناة لا تنسوا دفاع الجرس ودعو التعليقات إلى فرصة مقبلة إن شاء الله